بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وأخبار الرياضة للتو انتهت مباراة الزمالك وطنطا في كأس مصر عودة نشاط الرياضة بعد فترة توقف دامت يعني زي ما حضراتكم متابعين منذ التوقف الأخير في الموسم الماضي بعد الغاء الدوري العام احنا رجعنا بكأس مصر ان شاء الله بإذن الله تبقى دي عودة سريعة للنشاط الرياضي بالكامل النادي الزمالك النهاردة تفوق على طنطا وصطاع الفوز بأربع أهداف دون مقابل سجل الأهداف أحمد عيد عبد الملك في الدقيقة 21 حازم إمام في الدقيقة 28 أحمد جعفر في الدقيقة 61 وأحمد علي في الدقيقة 72 دي بداية لمباراة كأس مصر من أخبارنا قبل ما نروح لأخبار المواقع أخبار متنوعة النهاردة الحقيقة ما تعلق بنادي الزمالك الشغل الشاغل للجماهير الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة بيحيل مجلس عباس للأموال العامة والخبر بحسب الموقع الرسمي لوزارة الرياضة إنه عاقب طلاقي الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة مذكرة من الإدارة القانونية برئاسة المستشار رضا عبد المواطي مدعمة بالمستندات على مخالفات مجلس عباس قام بإحالة الأمر برمته إلى نيابة الأموال العامة وزارة الرياضة قالت إنه أبرز المخالفات اللي بتدين مجلس عباس يتعاقد مع إحدى الشركات بالأمر المباشر شركة من شركات الملابس المعروفة والشهيرة مش هينفع نقول اسمها دون إجراء مزايدة ومع رفض الوزارة لهذا الأمر مما يعد مخالفة للقانون ويعتبر لهذا الأمر أمر جنائي أيضا من ضمن التهم الموجهة تهمة اختلاص من خزينة النادي ومتضح في تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري للوزارة بالإضافة لوجود مخالفات عن عقود إيجار مبرامة بين النادي والغير بجانب مخالفات مصية في النادي بمطروح إذن ده ما يتعلق بنادي الزمالك وما يتعلق بالأمور بين وزارة الرياضة وبين نادي الزمالك زي ما حضراتكم تابعتم ما يتعلق بالنادي الأهلي في تصريح مهم ليه الكابتن سيد عبد الحفيز بيتكلم فيه عن الصعوبات المقبلة بيقول فيه على مباراة أورلندو مباراة النهائي طبعا كل الناس تتمنى أن المباراة تتلعب في القاهرة بجمهور مباراة الإياب طبعا لأن مباراة الزهباح تبقى في جنوب إفريقيا كابتن سيد عبد الحفيز بيتكلم على هذا الأمر وبيقول أنه هيبقى شيء سعيد جدا لإدارة النادي الأهلي أنه يبقى موجودين في هذا الأمر زي ما كنت بقى أقول لحضراتكم ما يتعلق بنادي الزمالك والمخالفات المالية واستلام مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك أنا معايا على التليفون دكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك دكتور أهلا وسهلا بحضرتك دكتور كمال دكتور كمال أهلا وسهلا بحضرتك برحب بك في بث مباشر في الفترة الرياضية وسؤالي لحضرتك عن استلامكم لنادي الزمالك وماذا حدث في الاجتماع بالأمس اجتماع مجلس إدارة النادي بالكامل دكتور أنا سامع حضرتك كويس جدا سامعني كده دكتور لا أنا مش سامع كويس يعني ديني بس سؤال تاني من فضلك طيب أنا بسأل حضرتك عما أتعلق باجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك بالأمس أهم القرارات واستلامكم للنادي وإيه اللي وجدته على أرض الواقع أتذكر تماما مداخلة كانت بيني وما بين حضرتك أول ما تم إعلان التشكيل قلتني مش هقدر أتكلم عن أي حاجة غير لما أتسلم نادي الزمالك بشكل رسمي وابقى في إيدي ورق أقدر أتكلم بعدي أعتقد أنه ده حصل وأتمنى من حضرتك تقول لنا المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر والله يا شكف كابت أننا الحقيقة نحنا مبارح يعني كنا المفروض القاعدة دي قاعدة ودية يعني هو كمهدية زي أنا دي قتال اللي حصل إن نحنا يعني سرعنا في الأعضاء كل واحد قال مجموعات أفكار ممكن تتحقق في القطرة المحددة بحيث أنها تتناسب مع حجم الإمكانيات المتاحة النهاردة احنا كلنا قاعدين برضو كل واحد بياخد ملفه معين يجريسه الأساس يقدم اقتراحاته إن شاء الله يوم السابق في مجلة الإدارة النهاردة كلنا موجودين كل واحد أخذ الملف الخاص دي في الإدارة اللي هي مختصة بيشوف كل الكلام ده حقيقته إيه إيه الواقع الموجود عشان بناء عليه نقدر نتحرك فاحنا من نبارح لغاية النهاردة وإحنا فعلا بندرس كل موضوع من الموضوعات المطلوبة تواقم من ناحية الإنشائية من ناحية المالية من ناحية الاشتراكات من ناحية الإنشاءات من ناحية العقارات بإن في إدارة المفروضة للعقارات وفيه مبالغ مالية للنادي عندنا غير مسددين وكذا فكل واحد أخي بالنهاردة لو أنت جيت حضرتك أو كان فيه شيء حد موجود يلاقي حركة مستمرة في المبلة من الساعة 9 الصبح النهاردة لغاية دلوقتي إحنا موجودين حتى جوه النادي يمكن كابتن أيمان اللي سافر هو الجونة على أساس من داناله ملف كرت القدم على وجه التحديد تمام يقدم اللايحة ويقدم الشغل المطلوب يتعامل فترة الجاية العقود اللعيبة كلام ده كله دراسة كاملة قدمها إن شاء الله يوم السابت المجلس الإضاءة وسافر فعلاً من النهاردة الصبح راح للفريق والحمد لله ربنا أكرم إن شاء الله معرفة طيب أنا حكلم كل واحد خدم من النهارة وقاعد سعلاً بيدرسيك طيب أبرز المخالفات كده يعني اليوم اليوم ونصف بغاية الوقت من ساعة ما بدأنا بعد الاستلام اللي تم لغاية الساعة 3 أمبارة طيب يا فندم ما يتعلق بأبرز المخالفات اللي رسطتوها من خلال الاجتماعات ومن خلال العمل الدقوب اليوم اللي حصل ده زي ما حكما ذكرته بص بص إحنا بنفكر بلوقتي نستقبل إحنا مجنفكرش فيه اللي حصل وإيه المشاكل والكلام إحنا مجلس مش داخل في مشاكل إحنا مجلس عاوز يرجع تاني النادي لموقعه الصحيح ويرجع تاني الأمور لنصبها الطبيعي بحيث يبقى الناس بتشتغل بنظام متزن الإدارة فيها متواجدة بشكل يتابع الحركة اليومية ومجلس الإدارة الحقيقة الناس كلها عندناها هذا الإصرار والتصميم في التواجد اليوم في بالك ومتابعة كل هزي الأعمال لو كنا عاوزين ننجز لازم نحصل هذا الكلام بالطريقية دكتور كمال دارويش اسمه كان معتمدين على التنفيذيين فقط الحالة التنفيذيين يعني بيشتغلوا بالشكل اللي يتناسب عن تعرف بقى شغل اللي هو تنفيذي بيشتغل والما فيش فلوس خلاص من يوم وكلام من ذلك طيب أنا لك مندور على التمويل مندور على الإمكانيات إيه اللي يتعامل خدمة الأعضاء إيه اللي يتعامل بالنسبة للفريق الأول فرق رياضية الباقية دينا مجاكل كبيرة وهو ده السؤال اللي كنت حسأله حضرتك اسم الدكتور كمال دارويش ارتبط دايما بانتصارات على مستوى فريق كرة القدم وعلى مستوى الفرق المختلفة ونعلم تماما أنه فيه آزمات متعلقة بالمستحقات المتأخرة لعدد من الفرق وعدد من المدربين في كل الفرق في كل الفرق الآزمات المالية الموجودة لكل الفرق وعلى رأسها كرس القدم آآ دي عاوزة يعني هم تحملوا شوية تحملوا كتير يتحملوا بس سنة لغاية ما نزبط الأمور بتاعتها طيب لكن اللي احنا بنوعد بيه ان احنا بنرجع عزي الفرق إن شاء الله ونعمل لها الدعم الكامل للي دي اللي بتمثل اسم الزمالك وتاريخه طيب بخصوص ملف كرة القدم والفريق الأول وده الشغل الشاغل للأعضاء اللي موجودين في النادي وأيضا لجمالي النادي الزمالك العريضة اللي موجودة في مصر وفي الوطن العربي ابتدتوا تشتغلوا على ايه يا فندم او الملامح اللي شفتوها من وجهة نظركم محتاجة تطوير بنشتغل على تدعيم بنشتغل على استمرار الجهاز من نهاية كاس مصر الدعم الكامل لو كان فيه حالات خاصة ممكن نتدخل فيها إن شاء الله هنتدخل بحيث المسيرة دي بإذن الله تنتهى على خير مسيرة كاس مصر إن شاء الله إن شاء الله أخيرا بقى بسأل حضرتك على رأيك النهاردة في فريق النادي الزمالك وهو بيواجه طنطة ممكن فترة طويلة جدا من غياب النشاط الرياضي بيعود اليوم مع كاس مصر ورؤية حضرتك إيه للمباراة وكيف رأيت فوز نادي الزمالك بأربع هداف دون مقابل أنا مش من قضية الأربع هداف أنا قضية الإصرار اللي موجود في الملعب على فوز الروح القتالية اللي كانت موجودة في الملعب كانت واضحة جدا عن المباراة الأخيرة اللي تعملت في أفلخي يعني فيه إصرار فيه تصميم فيه تأكيد فيه دفاع ضاغط ده كله هو اللي بيعمل النتيجة ده كله اللي يعمل النتيجة إن شاء الله برضا هنقعد معهم نديهم خبرتنا في فكر الانتصار في الرياضة بإذن الله هنقعد مع السرق ونأكدهم وندعمهم إن شاء الله بحيث ان يحققوننا زي البطولة فرحوا بقى جميعنا الزمالك بقى لفترة طويلة جدا مفرحتش وعدت بالانتصارات يا دكتور وعدت بعودة نادي الزمالك مرة أخرى للمصاف الطبيعي على منصات التتويج أيوة أنا وعد بكده إن شاء الله حبز الأقصى جهدي ممكن طيب فيه توصيف كده محتاج من حضرتك إنك تحطه في النصاب الطبيعي علشان فيه شوية حالة لغة ده مجلس إدارة ولا لجنة مؤقتة يعني المسمى حقاك بقى أستاذ في الحاجات دي مجلس إدارة تبقى للقرار الصالح مجلس إدارة أنا بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا دكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك ومداخلة في منتهى الأهمية متعلقة بكل ما يدور في نادي الزمالك بشكرك شكرا جزيلا على المداخلة ده ما يتعلق بنادي الزمالك تعالوا نشوف المواقع المصرية النهاردة قالت إيه بشكل مختلف شوية هنجيب من مصر هنجيب طبعا متعلق بمنتخابنا الوطن هنجيب على النادي الأهلي ونادي الزمالك والإسمعيني تعالوا نشوف من المصر اليوم مصر تعتذر على لقاء الأردن وديا بعد الخسارة الكبيرة من غانا من اليوم السابع دكتور كمال درويش نحترم أحكام القضاء وتركة الزمالك ثقيلة من الوفد الفوز على القطن ينقذ حمدي من مقصلة أبو زيد الوطن الأولمبية المصرية تجتمع لاعتماد التصعيد دوليا ضد لقاحة أبو زيد من يلا كورة وزارة الدفاع تبلغ اتحاد الكورة 30 ألف مشجع يحضرون لدعم مصر أمام غانا ومن موقع في الجول الأهلي يحدد ملعب نهائي دوري الأبطال قبل الخميس هنحاول نوصل لتفاصيل أكتر متعلقة بالخطة من كورابيا أبو ريدا يعنف برادلي في جلسة الحسم والأمريكي يرد لن أهرب من سبورتانا قديدا ستتراجع رعاية منتخب نصر وده الخبر الأخير ده المتعلق بشركة الملابس يمكن تكلمنا فيه بالأمس مع السيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم واللي وضح أنه كان الشركة نفسها عرضة على الاتحاد بعض البنود اللي بتلزم الاتحاد بأنه يرتدي الملابس وفي حالة أنه الشركة لم تقوم بانتزامها ما يبقاش فيه أي نوع من أنواع الشروط الجزائية ده بحسب كلام السيد جمال علام وبالتالي هناك تدقيق فيما تعلق بموضوع شركة الملابس ورعايتها لمنتخبنا الوطني رغم أنه العقد بيصل إجمالي لـ 150 مليون جنيه 150 مليون جنيه طبعا في شكل ملابس وفي شكل أدوات رياضية مختلفة ده ما يتعلق بالاتحاد المصري لكرة القدم وعقد الرعاية تحديدا واللي حصل ربط ما بينه وما بين خسارة منتخبنا الوطني أمام غانا بنتيجة 1-6 كانت نتيجة الحقيقة صعبة جدا على المصريين إحنا برضو زي ما متفقين مع حضراتكم ما يتعلق بإيه من غانا إحنا قلنا هنكمل معاكم من غانا بغض النظر عن النتيجة اللي حصلت وحنقول لكم كل اللي بيحصل لازم نأكد كل مرة على هذا الأمر تعالوا نشوف من غانا بيقولوا إيه من موقع غانا سوكر نت 300 ألف دولار لكواس إي بيها في حالة وصول غانا لكأس العالم أيضا من نفس الموقع توني يوكو فواتنج لا يرغب في اللعب لمنتخب النجوم السوداء من موقع غانا ويبا الاتحاد الغاني تونبولر يتولى تدريب غانا كلام غير صحيح من غانا ويبا ايضا قص غاني لا يجب أن نشكر جوشوة قص نيجيري على الفوز أمام مصر غانا سبورتس أونلاين حرب كرة القدم غانا تحت الحصار في مصر وأخيرا من نفس الموقع جون منساء ينكر الدعاءات زوجته ويؤكد انتزاماته بواجباته كأب ده ما يتعلق بمنغانا بنحاول إحنا نجيب لكم الأخبار شديدة الصلة بمنتخبنا الوطني وشديدة الصلة أيضا بالمنتخب قبل ما أروح للفاصل طيب أنا عندي عنوان بس مهم ما أتعلق بالبطولة بطولة السباحة مفاجأة معاريف بتكشف مشاركة إسرائيل في بطولة العالم للسباحة في قطر هنتكلم عن المزيد من التفاصيل في الخبر دوتو لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة